موسيقى وجهات نظر حتى في الأرقام أندراوس من كان يعرف عون هو المسؤول مخزومي التوافق محاصصة وإدارة أزمة تحقيق دولي في السلاح الإيراني لروسيا أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت لبنان جدل دستوري عشية آخر أسبوع من عهد الحسابات الخاطئة فمن يكتب بيانات الرئيس ختم الأسبوع بخطأ حسابي جديد قائلاً إن من تولوا السلطة آخر اثنتين وثلاثين سنة يتحملون مسؤولية ما وصلت إليه البلاد والصحيح هو آخر أربع وثلاثين سنة وأهمها أول وآخر اثنتين ومن يرى الأرقام من وجهة نظره لا يتوانى عن تفسير الدستور من وجهة نظره الذي يعمى عن معاناة الناس فهمه الأول والأخير التمديد لسلطته عبر أزلامه الذين لا يجرؤون على الخروج من أبراجهم العاجية النائب ملحم خلف أعلن أن نواب التغيير يرفضون تعديل الدستور في إجابة غير مباشرة على سؤال لليوم السابع عن إمكان قبولهم بانتخاب قائد الجيش منعا للشغور نحن ملنا مع التعديل الدستوري نحن بدنا نحترم المؤسسات نحن عم نشوف أنه كل شي رايح خارج إطار الدستور رد النائب اليس حنكش على النائب ملحم خلف الذي قال إن 115 نائباً ما كانوا هم جميعاً في سلة واحدة فهم نصقوا معاً لانتخاب هيئة مجلس النواب وأعضاء اللجان النيابية وإخراج التغييريين منها قائلاً عبر صوت لبنان وقت رشح مارك دو على لجنس ملوي الموازنة ونتيجتها كانت أنه كل ما صبنا وكل ما أصلاً يعنيه حد بعض يعني ما بعتقد بعتقد إلا بتمناه يجرع يتواصل ويتواصله مع ملحم لأنه بعتقد أكيد مش هذا اللي قصده بعتقد بديشيل كل حلم لازم ينصف الثلاثين شخص يلي سوطوله على القليل إلى مارك يلي هم في 11 وفي فوق 11 بقى لا ما يغلب حداً بديشكرك أنا النائب السابق أنتوان أدراوس تحدث لليوم السابع عن شغل قياد في الشارع السوني وتصابق على تقديم أوراق الاعتماد في الداخل والخارج محملاً بعض المسئولية للفرقاء الذين قرروا انتخاب مشالعون رئيساً للجمهورية ما بقى في زعامة سنية بكل معنى الكلمة تقدر تجمع حتى النواب مش حداً نقدر يجمعهم النواب عندك حوالي العشرين نائب سنة حداً نقدر يجمعهم كل واحد بمحل ونطريني قدموا أوراق اعتماد لتقوبة ماني أدار من واضح يعني في مرور نعب يجربوا يقدم أوراق اعتماد للمملكة العربية السعودية ما بعف قداش بتتوصل لمحل يعني منهم فيصل كرامي سمعت أنه عم بيجرب هلاء رئيس الحريري اعترف أكيد في مسئولية عليه في مسئولية على سمير جعجع بشكل كبير لأنه اللي بيعرف ميشيل عون أكيد سمير جعجع بيعرفه أكتر واحد بلبنان ومع كل هذا ممشي بمذاكرة أنه فؤاد مخزومي قال لبرنامج بالأول من صوت لبنان إن التوافق كما يطرحه البعض محاصصة وإدارة أزمة حزب الله عم يقول بدنا رجل توافقي نعم توافقي سمعناها الكلمة من 2005 لما منقول حكومة توافق يعني حكومة بالآخر للمحاصصة وما في قرار اتأخذ لما نجي منقول حكومة بدنا كلها يتكون موجودين فيها يعني مبدئيا ليس هناك قرار ونعم نجوفها هلا بكل المواضيع طيب هل يتورا نحن اليوم بعد كل شي مرأنا فيه من 2005 لليوم بدنا نجيب كمان عملية إدارة للأزمة يعني بدنا نجيب شخص نتوافع له تيدير الأزمة ولا فعليا يمشي بمشروع إصلاحي إنقاذي موجود بالآخر بس بنفس الوقت بينزاد عبارتين على أن يعترف به دور المقاومة وبإصلاح المقاومة بالنسبة له ليه لقد نفكروا الباب على التوافق إذا هن يجوا لعنا وقالوا لنا طيب بدنا نتطلع على الدولة الدولة يعني عندك مجلس النواب رئيس الوزارة رئيس الجمهورية المشروع الإصلاحي العلاقات مع الدول العربية العلاقات مع الأيماف كله هذا مع موضوع حطونا برنامج إذا عنكم الأفكار حطونا إياه ساعة الواحدة بيطلع على باكتش كامل يمكن يكون فيها كمان ميشيل معوض من الحلول الموجودة فيها شو هو النموذج المطروح اليوم بغياب اتفاق الطائف إنه نروح للمتالتة إنه نروح لعملية بالآخر إنه نعمل فيدرالية بها البلد لشنحنا بلد في الآخر في عنا مواطنة بلدية العالم اللي فيها فيدرالية في عندك مواطنة بالآخر بيروحوا بالمواضيع الإدارية بمواضيع الاقتصادية بعملية الفيدرالية نحن رأينا لأخير أنا رأيي إنه في محاولة لعملية إضعاف الطائف وتغييره وإيه عم نسمعها كثير بالإعلام من قبل من من يريد إضعاف الطائف من يريد إضعاف الطائف اليوم بالآخر أنا الثنائي الشيعي لأنه بالآخر ما عندهم مصلحة إنه يضلوا بهذا الموضوع هنه ما تنسى بمناطق مرتاحين وضعوا منيح عندهم اقتصادوا الأسود عندهم عملية مؤسساتهم العسكرية الأمنية الاقتصادية كلهم عندهم هنه اليوم فين يمشوا بهذا الموضوع المفاعل القانونية لاعتكاف وزراء تصرف الأعمال عن القيام بمهامهم أطفاصيل مع مروان لأدون حسب كل التصريحات والمعطيات والتسريبات الحالية فإن التصعيد العوني يبدأ بعد 31 جاري إن لم تشكل حكومة جديدة بالمواصفات البسلية ويتردد عن امتناع الوزراء المحسوبين على عون من الحضور حتى إفقاد الحكومة ميثاقيتها فهل في حكومة تصريف الأعمال يستطيع الوزير المستقيل أن يستقيل أو أن يعتكف بحسب الخبير الدستوري سعيد مالك من الثابت أن الحكومة الخاضرة هي حكومة معتبرة مستقيلة عملا بأحكام الفقرة هي من مقدمة الدستور وتصرف الأعمال بالمعنى الضيق سندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 64 وبالتالي التهويل بدفع الوزراء للاستقالة من حكومة مستقيلة لا يستقيم دستورا ويعتبر هرطقة دستورية فاقعة فيمكن للوزير أن يطلب من رئيس الدولة ورئيس حكومته إعفائه من مهامه أما الاستقالة من حكومة مستقيلة هي بدعة لما كان لها في الدستور على الإطلاق هذا الأسلوب في التعاطي مع المسئولية الوزرية والشأن العام يرتب على الوزير الممتنع عن القيام بواجبه تجاه شعبه ومجتمعه مفاعل قانونية تصل إلى محاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب مالك أما لجاهة المفاعل القانونية والدستورية حول انكفاء أي من الوزراء عن ممارسة مهام تصريف الأعمال بقرار أحادي فذلك يحمله مسئولية دستورية ويعرضه للملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه فالوزير حين قبل توليه الوزارة كان يدرك أنه ملزم بتصريف الأعمال بعد استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة ولا يمكن له راهنا إهمال مسئولياته المكلف بها بحكم الدستور سيما وأن تصريف الأعمال بات واجبا دستوريا وليس خيارا يتخذه أم يختاره رضاءا ليس بجديد أبدا على هذه المجموعة التعاطي مع الاستحقاقات بهذه الخفة والنكد السياسي دون أي اعتبار للمصلحات العامة كونها ومنذ دخولها إلى الحياة السياسية اللبنانية امتهنت التعطيل والكيدية السياسية مروان أدوم صوت لبنان نتابع النشرة وفيها بعد الفاصل إنعكاسات العودة الحضورية إلى الجامعة اللبنانية عودة لمتابعة النشرة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار أعلن لليوم السابع عن ليونة لدى المجتمع الدولي في التعاطي مع آلية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم العمل عم يسير في شكل سريع وبحوار مع عواصم انقرار ومع المؤسسات الدولية وبالأتص المفوضية معوقف المفوضية مختلف كليا عن موقف منظمة العفو الدولية ونكتغيرات بالساعات المغبرة في موقف المفوضية المفوضية في تنسيق معها غير متحمسة ولكن ما فيها تكون إلا ناتر بهذا الموضوع ما فيها تكون إلا من الموقف اللي هو موقف مع الدولة اللبنانية ذكر النائب مارك دو أن رئيس الجمهورية ميشيل عون اتصل بنظيره السوري بشار الأسد لترسيم الحدود البحرية وتساءل ماذا عن البرية ومزارع شبعة؟ وأضاف قائلا ترسيم الحدود البحرية مع نظام الأسد يجب أن يترافق مع حسم موضوع الحدود البرية في مزارع شبعة وتليل كفرشوبة وهذا يتطلب فقط إداع خرائط رسمية من الجانب السوري لدى الأمم المتحدة ولا يجب أن يكون حجة للتطبيع مع النظام السوري بما يخرج لبنان عن المواقف الدولية أو يخالف مقدمة الدستور لناحية التزام لبنان مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أمنيا اعتدى سوريون على أعضاء الطاقم الطبي في مستشفى الميني الحكومي وحطموا محتويات وتجهيزات المستشفى إثر وفاة قريبهم بالكوليرا وزير الصحة يجول على المستشفيات الحكومية في الشمال ويطلع على حجم الإصابات بالكوليرا التفاصيل مع روعة رفاعي جال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور في رسل أبيض صباحا على محطة تكرير الصرف الصحي في الميناء كما ومؤسسة مياه لبنان الشمالي حيث كان في استقباله رئيس المصلحة خالد عبايد والذي شرح للوزير الأبيض كيفية السعي لإيصال مياه شفة نظيفة للمنازل حرصا على تجنب وباء الكوليرا والذي ينتشر في كرة عكار والمنية بعدها انتقل الوزير الأبيض ووفد منظمة اليونسيف والأمم المتحدة إلى المستشفى الحكومي في القب وجال مع مديرها ناصر عدرة على الأقسام التي تضم مرضى الكوليرا واطلع على أوضاعهم الصحية وقبل الانتقال إلى منطقتين الميني وعكار عقد الوزير الأبيض مؤتمرا صحفيا في سرايا طرابلس تناول فيه حجم الإصابات بوباء الكوليرا واستعدادت الدولة اللبنانية لمواجهته حيث أكد على أن جهود جبارة بزلت في سبيل حجز كمية كبيرة من اللقاحات للبنان يعني فيه جهود جدية لحجز كمية كبيرة من اللقاحات للبنان ونحن نتوقع أخبار سارة بهذا الموضوع خلال كم يوم الجايين ولكن نحن صار فيه يعني عشرة آلاف جرعة من اللقاح اللي هي بطريقة إن شاء الله أو حتوصل على لبنان خلال عشرة أيام هذه حتكون موجهة بالدرجة الأولى لا يعني الفيرس ريسبوندرز اللي هن إن كان الفرق الطبية أو الإسعافية اللي هي هلأ موجودة بيه المراكز الاستشفائية أو العلاجية اللي عم بتواجه يعني بؤرة الكوليرا بشكل يومي كذلك حتكون مخصصة للأماكن اللي هي فيها اقتضاص شديد مثل السجون الأبيض أكد على أنه ما من قرار لإغفال المدارس بسبب الكوليرا ولكن هناك إجراءات وقائية لذلك نحن لما بده أي حدا يتحدث عن إقفال المدارس بده يعرف أنه فيه مسؤولية كتير كبيرة نحن كذلك عنا ياها تجاه يعني أبنائنا وتجاه علمه لذلك بهذا الموضوع البداية كانت مع التعليمات اللي أصدرتها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيساف وكذلك بكتير من الدعم اللي عم بتقدموا اليونيساف لهالمدارس عم نشتغل نحن لتأمين المعقمات وتأمين الصابون وغيرها ونحن ما ننسى أنه نحن أصلا كتير من هيدا المدارس كنا مقدميننا هالمعقمات وهالأمور على وقت الكورونا وفي كتير من المدارس لا تزال عندك من هالمعقمات وهالأمور لذلك أنا برأيي أنه نحن مثل ما هلأ عم نحط كل الجهود لحتى نحن نستبق ونمنع انتشار وباء الكوليرا علينا كذلك كلنا أنه نحن نحط كل جهودنا لنمنع انتشار وباء الجهل بمجتمعنا وذلك عن طريق أنه نحط جهد صادق بإبقاء مدارسنا مفتوحة وولادنا عم تدرس وخلال مؤتمره الصحافي أشار إلى المراقبة المفروضة على الحدود مع سوريا لكن الصعوبة تكمن في ضبط المعابر غير الشرعية من طرابلس روى رفاعي الصوت لبنان تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد أن فحوصات مياه الصرف الصحية التي أجريت في عين مريسي ببيروت ومحطة غدير في جبل لبنان وبرج حمود أظهرت وجود الكوليرا فيها الدكتور بيار أبي حنة رئيس دائرة الأمراض الجرثومية في مستشفى الحريري شرح لراني عباد سبل الوقاية من الكوليرا النظافة الشخصية كتير مهمة هي الماء والصابون قبل ما نحضر أكل بعد ما نحضر أكل بعد ما نكون استعملنا المرحاق هذه أشياء كتير مهمة شغلتنا يتأكد من سلامة المياه اللي عندنا إياها إذا مش متأكدين مثلا 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 تنتدلها كلور وحسب تعلمات وزارة الصحة نقطتين كلور من الـ 5.25% على لتر ماء نتركها نص ساعة هيدا بيخلي الماء تكون آمنة أو فيها نغلية لمدة عشر دقائق كمان هيدا بيخليها تكون آمنة والفواكي والخضار كمان تأكد منهم كل شي بيتأشر ما في خطر منه الورقيات يعني لازم أنه تتعقم من ميح أو لازم أنه نسلقها تنتأكد من خلوها من البكتيريا في ظل الأوضاع الراهنة ما هي انعكاسات العودة الحضورية إلى الجامعة اللبنانية؟ العودة الحضورية إلى الجامعة اللبنانية أصبحت واقعاً بعد توجه الجامعة إلى إرساء التعليم الحضوري لثلاثة أيام أو أربعة أيام وهذا يرتبط بخصوصية الكليات وما يتناسب معها مصاعب في العودة الحضورية تكمن في توفير المستلزمات التشغيلية كمادة المزود ووصول الأساتذة والطلاب والموظفين إلى الكليات رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين عامر حلواني يجيب عن الموضوع عبر صوت لبنان نحن مع التعليم الحضوري نتمنى أن الجامعة تقدر تأمن مستلزمات التعليم الحضوري لأنه مش قليل أبداً تجربة التعليم الحضوري حتكون كتير شكة وصعبة على الجامعة تأمنها اللي وعدت في التولي عم تدفعه بس مشكلته منه كافي أما رئيس الجامعة اللبنانية بسان بدران فأكد أن المستحقات دفعات والهيكل التعليمي يتحضروا لبدء العام الدراسي الجديد لا يوجد أي شيء غطي التعليم عن بعض الاستمرار بالتعليم عن بعض هو تدمير لمستوى التعليم بالجامعة ما في مجال إلا بالتعليم الحضوري الأرار اللي صدر بالتعليم الحضوري هو أرار طبيعي بوقته بعد ما أخذت الجامعة 500 مليار من الدولة لتأمن الإشجار المطلوبة لتشغيل الجامعة بالحد الأدنى تأمين الكهرباء والمتطلبات الأساسية لا تقدر تعلم حضوري يبقى تعلق بالطالب لا الطالب ما تأمن له شيء من ناحية الدولة مطلوب من الدولة تأمن الباصاط النقل اللي إجوا من فرنسا أو من غير فرنسا تأمن النقل المشترك للطالب يقدر يوصل على جامعته بكلفة قليلة كثيرة هي التحديات التي تغمر الجامعة اللبنانية والسؤال كيف ستكون عملياً العودة الحضورية رانيا عبيد صوت لبنان نتابعنا نشاهد فيها بعد الفاصل اليابان استخدام السلاح النووي عمل ضد الإنسانية أهلاً بكم من جديد طالبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش التحقيق بشأن طائرات إيرانية مسيرة تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا يعتبر الأمريكيون والأوروبيون أن تزويد الجمهورية الإسلامية روسيا بطائرات مسيرة يشكل انتهاكاً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لأنها تستخدم في هجمات على بنى تحتية مدنية ومدن أوكرانية ما يتسبب في مقتل مدنيين أبرياء كما تحدث البيت الأبيض عن وجود جنود إيرانيين في شبه جزيرة القرم لمساعدة الروس في التعامل مع هذه الطائرات ونفت موسكو وتهران بشدة الأربعاء في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن وجود أي شراكة بشأن هذه الطائرات وهي من طراز شاهد 136 وشاهد 131 وطالب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولادو ريفيير إيران بأن توقف فوراً كل أشكال الدعم للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا مضيفاً أن استخدام القوات المسلحة الروسية طائرات إيرانية بلا طيار في أوكرانيا بات الآن موثقاً بشكل ثابت اعتبر رئيس وزراء اليابان أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن باستخدام أسلحة نووية غير مقبولة على الإطلاق مشدداً على أن استخدام النووي سيكون عملاً عدائياً ضد الإنسانية صحياً تسبب كوفيد-19 في انخفاض كبير في الأمل في الحياة الأرقام نشرت في دراسة حديثة تغطي الفترة من العام 2019 إلى 2021 أظهرت دراسة والية أجريت في 27 دولة أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي أن جائحة كورونا خفضت الأمل بالحياة في كل هذه الدول واللافت في الدراسة أن دول أوروبا الشرقية والوسطى تأثرت بشكل خاص وأهم الانخفاضات لوحظت في بلغاريا حيث بلغ الانخفاض ثلاث سنوات ونصف أما في بولندا فبلغ سنتين وثمانية أشهر أما في فرنسا فهي من البردان القليلة التي استعادت مستوى الأمل بالحياة التي كانت عليه قبل الجائحة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي واجهت أكبر انخفاض منذ 1920 بلغ ثنتين وسبعة أشهر لكن تطور المجتمع الأمريكي ساهم في رفع أرقام الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة والتي بلغت مائتي ألف منذ العام 2020 ويتوقع الخبراء أن يساهم هذا التطور في إعادة الولايات المتحدة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة وبهذا نأتي إلى ختم نشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة